الحاجة الأخيرة اللي ربنا طلبها بعد أن توبة المفسد مقبولة ووقف الفساد عندك رقم 3 اللي جات في رسالة ربنا في القرآن لا تنخدع بمبررات المفسدين لو أنا عايز أخليك تغلط مش هقولك تيجي نبقى مفتريين على الخلق مش هعمل كده لازم أقدم لك الغلط في صورة تشبه صورة الشيطان في التزيين لأزينان لهم في الأرض فيها نوع من التغليف بالمبرر اللي يخليه شيء جميل أو وراء مصلحة كبيرة فتعالا نعمل الأزية دي عشان حاجة شكلها لطيف يعني هذا التبرير العقلاء لا ينخدع فيه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة انت مش هتمشي وراء بقى اللي شايف العمل السيء حسن وذكرها ربنا في القرآن إن دائما المفسد لمبرر قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كلام جذاب جدا ويشهد الله على ما في قلبه والله ده أنا مش عايز إلا الخير وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له من الصالحين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم هذا الشخص اللي بيعجبك قوله ابقى أعرض قوله على ميزان النبي ميزان سيدنا النبي لو النبي قاعد معنا يرضى عن الكلام ده ولا لا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ربنا قال كده في صورة الأحزاب وقال ربنا في صورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مش قالوا مثلا معلش تصدق عندك حق طب معلش هنفسد ملكش دعوة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني تبرير مش بس إن هو بيفسد فأنا وحش ملكش دعوة بيا ده هو ده الصح ساعتها ربنا قالك دايما تعرض الأفعال على ميزان النبي والراث النبي الوريث المحمدي دي طريقته لما يحصل حاجة قدامه مش فهمها يشوف سيدنا النبي هيعمليه عليه الصلاة والسلام ويمشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها يوصل للنبي هيوصله عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام وأعلى مكانه فلا تنخدع بمبرر من أراد أن يفسدك قول الكلام ده للشباب اللي بيتقاله خليك راجل وجرب وللبنات اللي بيتم السخرية من حيائهم ولكل إنسان في الدنيا عايش بقيم النبي وحد بيقوله انت ماشي غلط خلينا وراء النبي عشان نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام